وللمتابعة ينضم إلينا من عمان المحلل الاستراتيجي محمد أبو غوش سيد محمد يعني ما الذي تعني هذه التصريحات التركية الروسية من أن الاتفاق ما زال قيد التنفيذ رغم عدم انسحاب المسلحين حتى الآن مساء الخير لكي ولي المشاهدين الكرام بداية أحب أن أقول في إدلب هناك قوى معارضة استجابت للدعوات أو الاتفاق التركي الروسي وأبدت مرونة في عملية تسليم الأسلحة وفي الانسحاب من المنطقة البفرزون أو المنزوعة السلاح بعرض من 15 إلى 25 كيلو متر ولكن جبهة النصرة كما ذكرتي أبدت رسالة غير محدودة هي تريد أن تنسحب جزء منها والجزء الآخر لا يريد أن ينسحب وكأنهم يخلطون الأوراق ويريدون أن يقولون بأن هناك ممكن أن ننسحب وممكن أن لا ننسحب إذن اللغة السياسية التي تتحدث بها المعارضة وخصوصا النصرة والنصرة ليست من المعارضة هي كذب ليبدو صدقا ولكن لغة القتل موجودة في هذه اللغة يعني الانقسام في جبهة النصرة هل تراه انقساما فقط في مسألة الانسحاب أم أنه قد يمتد لأكثر من ذلك وإلى أبعد من ذلك لا أعتقد أنه هذا مفبرك ومدبر ومتفق عليه بين الطرفين هي لإيجاد صيغة لا يمكن أن تكون حتمية إما مع الاتفاق أو ضد الاتفاق ولكن الشيطان لم ينتهي من اللعبة معهم فقد يعقد عليهم الأمال الكبيرة فأريد أن أصل إليه أن الحكومة السورية عندما وضعت التسوية في جميع أنحاء سوريا وإلقاء السلاح والاحتكام إلى السياسة وإلى صناديق الاختراع القصد من مسامحة هؤلاء المسلحين ليس لأنهم يستحقون المغفرة ولكن لأن سوريا تستحق السلام ومن هنا نريد أن نقول بأن إدلب الآن هي آخر مسرح لقد سلكت الحقيقة طريقها بعيدا عن ذئاب المعارضة وذئاب الإرهاب والذئاب والنفاق الدولي وأصبحت الحقيقة الجلية وواضحة سوريا عادت للحكومة السورية ولم يبقى سوى إدلب في حال رغم عدم الاتفاق على ذلك أو حتى الانتباه له من قبل مختلف الأطراف في حال انهار هذا الاتفاق كيف ترى الحل؟ هل سيكون الحل على مصار السياسي أم الحل العسكري؟ هناك اختمالين طبعا الحل السياسي والحل العسكري الحل العسكري إذا أرادت المعارضة أو الإرهابيين أو المرتزقة من هو موجود في إدلب بغض النظر عن المسميات اختلفت والشخص واحد إذا أرادت الانتقام فعليها أن تحفر قبرين قبرا لنفسها وقبرا للجمهور السوري أو للمواطنين السوريين الموجودين في إدلب ولكن المعارضة انتهت عسكريا وأصبحت الحلول السياسية والمعركة السياسية هي سيدة الموقف إذن ماذا تستطيع أن تفعل المعارضة المسلحة أمام هذا الجيش العائل السوري والروسي والجماعات الإيرانية الداعمة لها إضافة أن سوريا بدأت تعود إلى الحضن العربي بفتح المعبر مع الأردن والاتفاقيات مع العراق والدعاوية الطيبة من لبنان وغيرها من الدول العربية إذن المعارضة من الأفضل ومن الأحسن لها أن تتعلم إما أن نعيش مع بعض كإخوان وإما أن نموت معا كأغبياء لأنه لا يوجد حل ثالث أمريكا نفضت يدها من المعارضة تركيا بس لديها الجيش الحر وباقي المرتزقة الموجودين في إدلب لا يسمن ولا يغني من جوع هي عبارة عن أجندات لدول إقليمية تدعم هؤلاء هي إذن الصراع أجندات وليس صراع عسكري حتى في الصراع العسكري ستزحق هذه المجموعات أمام القوة العسكرية الجوية الروسية والتقدم للجيش الروسي لا يوجد مقارنة على شيء الاستراتيجي محمد أبوغوش شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر